تقرؤون في الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة فقد تم إلغاء منصب المنسق بين المصالح الأمنية بعد إبعاد ترطاك إنهاء مهام اللواء بشير ترطاك من على رأس المخابرات وبهذه الطريقة فإن المخابرات تعود إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني إذن مشاهدين كما تقرؤون في الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة فقد تم إنهاء مهام اللواء بشير ترطاك من على رأس المخابرات إلغاء منصب المنسق بين المصالح الأمنية بعد إبعاد ترطاك المخابرات للإشارة كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015 وبهذه الطريقة فإن المخابرات تعود إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني